جوان 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 قليلون في هذا العالم من يعرفون هذه الصور للعاصمة الأفغانية كابل قبل أربعين عاما صور النمو ومظاهر الحضارة والتقدم هذه تفقدها أفغانستان على مدى أربعة عقود بسبب الإنقلاب الشيوعي الذي أدخل البلاد في مرحلة المجهول ومصير لا يزال الغموض أبرز سماته هنا في كابل يجتمع الأفغان ليس للاحتفال بهذا اليوم وإنما للتذكير بالمآسي التي مرت بهذه البلاد خلال كل هذه السنوات الشهيد داود خان مؤسس الجمهورية مع أطفاله كان أول ضحية للانقلاب الشيوعي واستمر فصل الدم في هذه البلاد أربعين عاما نزيف الدم يحتاج إلى أن يتوقف ولذلك السلام يمثل ضرورتنا الاستراتيجية لن نردخ لأي عائق في طريق السلام بدأت المحنة الأفغانية مع الشيوعية التي استغرقت سنوات ولم تتوقف مع القضاء على الاحتلال السوفيتي الكارثة التي بدأت بالتطرف الشيوعي قابلها التطرف اليميني وطالت الأزمة أكثر بعد سقوط الشيوعية ولذلك نحن نشهد استمرار الصراع وشعبنا يدفع ثمن الأديولوجيات الغريبة والمتطرفة أربعون عاما وتنتقل هذه البلاد من عنف الشيوعية ثم الحروب الأهلية يعقبها تموضع الجماعات الإرهابية كالقاعدة وطالبان وفي المقابل جبهة دولية تقودها الولايات المتحدة منذ أكثر من عقد ونيف لإعادة الاستقرار بعد مرور كل هذه العقود من الحرب إلا أننا ندخل مرحلة جديدة من المواجهة بالنيابة عن الآخرين لذلك هناك حاجة لتصويب الأخطاء ويمكن للولايات المتحدة بالتنسيق مع قوى إقليمية إنهاء هذا الصراع الذي يبدو معقدا للغاية أكثر من مليوني قتيل وملايين المهجرين حصيلة صراعات لا تزال نهاياتها غير واضحة واليوم وبعد مرور كل هذه السنوات يقف الأفغان مجددا أمام مفترق طرق من تاريخ صراع لم يجلب سوى الدمار والفوضى ويبدو عصيا على الحل على الأقل في الوقت الراهن إذن هو أطول صراع تشهده هذه البلاد ورغم الجهود الدولية لوضع نهاية له إلا أن الوقائع الميدانية يشير إلى استمرار محنة الأفغان في ظل التعقيدات المتراكمة على مدى أربعة عقود صفة الله صافي الحرة كابل ترجمة نانسي قنقر